بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالح سائل يقول أريد أن أفهم حقيقة الخطورة في قول المعتزلة بخلق القرآن ماذا أرادوا بهذا القول وماذا استفادوا وبارك الله بكم وبك أيضا يا أخي ما هي خطورة القول المعتزلة بخلق القرآن أن قول المعتزلة كان مجملا لم يكن مفصلة لم يكن فيه تفصيل بين كلام الله الذي هو صفة الله وبين القرآن الذي أنزله فالمعتزلة أخطأوا خطأا فاحشا أنهم تمسكوا ببعض الأدلة ولم يأخذوا كامل الأدلة لم ينظروا إلى الكلام النفسي إنما نظروا إلى الكلام الذي نزل وقد قلنا في تسجيلات متعددة إن القرآن الذي هو كلام الله وصفة الله قطعا ليس مخلوقا والقرآن الذي نزل إلى اللوح المحفوظ ومن اللوح المحفوظ إلى جبريل ومن جبريل إلى سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام قلنا هذا نزل إذن يستحيل أن تكون صفة الله القديمة قد حلت في جبريل أو حلت في سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حلت في عاصم أو حلت في الكسائي أو حلت في حمزة أو حلت في أبي جعفر أو حلت في ابن عامر أو أبي عمر مستحيل مستحيل أن تكون صفة الله القديمة حلت إذن هذه نزلت بلا شك ليس الصفة هذه مادم نزلت إذن مخلوقا فكلام المعتزل فيه تقصير أما كلام الله الذي هو القرآن الذي هو صفة الله تعالى فهذا قديم وقد بينا هذا بالدليل وبينا هذا ورددنا عليه على الشبهات شبهات المخالفين وشرحناه في الجوهرة وكل نص للحدوث دل شرحناه في هذا الموضع فهناك آيات تدل على أنه كلام الله وكلام الله تعالى ليس مخلوقا بل هو صفة ذاتية لا تتجزى ولا تتبعض ليس لها بداية وليس لها النهاية ولو أن ما في الأرض من شجرة النقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمته الله إذن هذا ليس محدودا وليس معدودا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فصفة الله ليست محدودة وليست مقيدة والقرآن الذي هو صفة الله وهو من كلام الله قطعا هذا ليس مخلوقا وهذا الذي يعبر عنه الأشعرية بالكلام النفسي المعتزلة هذه آيات التي دلت عنه كلام الله المعتزلة نظروا إلى آيات التي دلتها الحدوث من ذكر من ربهم محدث قال انظر محدث ونظروا إلى المعنى العقلي فقصروا في البحث نظروا إلى جانب من جوانب القضية ولم يحيطوا بها لذلك جزء يسير من كلام المعتزلة حق والجزء الآخر فاسد لماذا؟ لأنهم أوهموا العوام بأشياء وادخلوا الناس في فتنة عمياء الأشعرية حرروا الكلام وجمعوا بين كلام الإمام أحمد الذي سكت أصلاً إمام أحمد ما قال مخلوق لقى القديم وجمعوا بين الذين يقولون القرآن صفة الله وأنها ليست حادثة حملوها على المعنى النفسي والقرآن الذي نزل على سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأه القراء ونرويه في المدارس هذا نازل وإلا فهمني أدو أن أفهم منك صفة الله القديمة يتلوها زيد وعبيد صفة الله القديمة الأزلية يتلوها زيد وعبيد هكذا يعني صفة الله حلت في هؤلاء أنت تحاربون الحلول صباح مساء كيف تحلص صفة من صفات الله أنت تقول كيف إذا أنت من جماعة العقل لا 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 أنا من جماعة جماعة النصوص الذي قال لك محدث هو نفسه قال كلام الله إذن المحدث شيء وكلام الله القديم شيء آخر فالخطر في قولي المعتزلة هو عدم التحرير العلمي الدقيق وهي الخطوة التالية التي قام بها أهل السنة والجماعة الأشعرية كما بيّنت ذلك في كتابي إمام أهل الحق الشيخ المجدد أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركات الأشعرية رضي الله عنهم وأخذ عوانا الحمد لله رب العالمين